وخلال الحفل الافتتاحي للنسخة الرابعة من المنتدى تم استعراض تجارب عدد من شباب العالم مع المنتدى خلال السنوات الماضية واستعرضت سارة بدر من مصر ورحاب العياش من تونس وإيزيك بواما من غانا تجاربهم وأشار هؤلاء الشباب إلى أن فكرة المنتدى بدأت في عام 2017 عندما قررت مصر وجود حوار عالمي بين شباب العالم يؤكد على قيم التواجد الإنسانية والدعوة إلى السلام والحفاظ على التنوع والتنمية والسلام والإبداع ونوه الشباب إلى أن المنتدى يستضيف أكثر من ستين جلسة معربين عن سعادتهم لما توصل إليه المنتدى من إنجازات